اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فكأنما نشط من عقال الأثر ضعيف لأن الهيثم بن حنش الراوي بتاع الأثر مجهول كما قال الخطيب البغدادي في الكفاية الصفحة 88 الشبهة الثانية عن مجاهد قال كنا عند ابن عباس فخدرت رجل رجل عند ابن عباس فقال له ابن عباس رضي الله عنهما اذكر احب الناس اليك قال محمد فذهب خدره والأثرين ديل نقلهم ابن تيميا نقلا في كتابه الكلم الطيب فأثر مجاهد باطل لأنه في سناد غياث ابن ابراهيم قال عنه يحيى ابن معين رحمه الله كذاب خبيث وقال الامام احمد غياث ابن ابراهيم ترك الناس حديثه ده أثر موضوع باطل الشبهة التالتة ودي بركز على شديد في تجويز دعاء غير الله والشرك بالله قصة منسوبة للصحابي بلال ابن الحارث المزني رضي الله عنه وده صحابي ذكروا ابن حجر في كتاب الاصابة في تمييز الصحابة لكن القصة منسوبة له خطأ خطأ والقصة أصلا أورد ابن أبي شيبة قال الحافظ ابن حجر وروا ابن أبي شيبة بإسناد صحيح من رواية أبي صالح السمان عن مالك الدار وخلاصة القصة إن في الرجل جلي قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وقال يا محمد استسقي لأمتك فإن الناس قد هلكوا قال الراوي وروا سيف الفتوح أن الذي رأى المنام المذكور هو الصحابي الجليل بلال بن الحارث المزني أحد الصحابة الأثر ضعيف ما صحيح أما قول ابن حجر وروا ابن أبي شيبة بإسناد صحيح ابن حجر ما صحها الإسناد كله إنما صحح لحد أبي صالح السمان فقط لكن ما تكلم عن مالك الدار اللي هو بعد أبي صالح السمان لأنه عن أبي صالح السمان عن مالك الدار وساق الأثر فالحافظ ابن حجر رحمه الله قال صحيح الأثر ذا مما رواه لحد منه أبي صالح السمان لكن ما وثقون يا جماعة ما وثق مالك الدار أشكد ابن أبي حاتم رحمه الله من كبار المحدثين لما روا هذا الأثر مع سعد علمه والطلاعه ما حكى توثيقا لمالك الدار مما يشعر أنه مجهول عنده وكذلك الحافظ المنذري في كتاب الترغيب والطرهيب روا أثرا من رواية مالك الدار عن عمر بن الخطاب قال وهذا أثر رواته مشهورون إلى مالك الدار ومالك الدار لا أعرفه برضو مما يشعر أنه مشهول وكذلك الهيثم في كتاب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد أيضا حكى ما يشعر بجهالة مالك الدار وما في أحد من العلماء أو المحدثين وثق مالك الدار فبقي على جهالته فالأثر ضعيف أما قال وروا سيف الفتوح أن الذي رأى المنام أن الرجل بعدين جوا في المنام وقال له إئتي عمر الرجل الجاد دعا الرسول في قبرد إئتي عمر وكذا روا سيف الفتوح أن الرجل الجاد هو بلال بن الحارث الموزن الصحابي سيف دمنه الروا إنه الرجل ده هو صحابي بلال بن الحارث سيف ده هو سيف بن عمر التميمي وده مجروح عند المحدثين إخباري مجروح سيف بن عمر التميمي روا الذهبي نقل عن مطين ابن يحيى قال فلسن خير منه وقال أبو داود عن سيف بن عمر التميمي ليس بشيء ابقى الأسر ده ضعيف وما حصل ولا بصحابه بلال بن الحارث المزني جدع الرسول بعد ما مات في قبره أبدا لأنه الاستسقاء عند الصحابة بعرفه بيدعو الله لشأن المطر ينزل يطلع الصحراء ويصل صلاة الاستسقاء أو يدعو كما فعل عمر بن الخطاب وتوسل بدعاء عم الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو من يا جماعة العباس ابن عبد المطلب وقال له قم فادعو فدعا العباس وقال اللهم لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يكشف إلا بتوبة ودعا فنزل المطر عشبه قبل الآخرة روى طبرين ابن السن عن ابن مسعود مرفوعا إذا انفلت الدابة أحدكم بأرض انفلات فلينادي يا عباد الله احبسوا علي يا عباد الله احبسوا علي فإن لله في الأرض حاضرا سيحبسه عليكم الأثر ضعيفا لأن في سناد معروف ابن حسان السمرقندي قال عنه ابن أبي حاتم رحمه الله ضعيء ومجهول فالأثر ضعيف الشبى الآخرة حديث إذا أضل حدوكم شيئا أو أراد غوثا وهو بأرض ليس بها أنيس فليقل يا عباد الله أغيثوني فإن لله عبادا لا نراهم رواه الطبران في الكبير أيضا الحديث ضعيف لعلتين لأن الحديث من رواة عبد الرحمن ابن شريك ابن عبد الله القاضي قال الحافظ ابن حجر عن الأول وهو عبد الرحمن ابن شريك صدوق يخطئ كثيرا وقال عن الثاني وهو شريك ابن عبد الله القاضي صدوق يخطئ كثيرا تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة فالحديث ضعيف اشتركوا في القناة